اشتركوا في القناة وهم يدينون بولائهم ويتلقون اوامرهم من حاكم البحرين وتوابعها وعلى الرغم من ذلك فان اصحاب الشركات النفطية الذين حصلوا على حقوق نفط الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر والمرتبطون بهذه المصالح النفطية كانوا يرون ان المطالبة البحرينية بالزبارة يجب ان لا تتكلل بالنجاح وكان من الواضح ان استمرار استفادة شركة الامتيازات البترولية المحدودة لبريطانية من النفط القطري كان مرتبطا بمسألة حسم تبعية الزبارة لضمان استمرار مصالحهم النفطية في كامل شبه جزيرة قطر وتضيف الوثائق ومع ذلك عليهم ان يدركوا بان الحجة ليست معنا ولكن مع البحرين ونحن نسعى جاهدين الى تسوية ودية بين الطرفين وقد بينت حيثيات المفاوضات ان الحجة بحق كانت مع البحرين وليست مع اصحاب المصالح السياسية او النفطية بل كانت المؤشرات على الارض تشير بان قبائل قطر في الدوحة تكن بولاء لممثل اهل خليفة في الزبارة عقدت الجولة الاولى من الحوار في البحرين في صباح يوم الثاني عشر من مايو 1937 وفي نهاية يونيو 1937 اجريت جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين في قرية الغارية الكائنة شمال الساحل الشرقي من شبه جزيرة قطر وفي كل الجولتين تتم المماطلة ولم تكن هناك نية صادقة للوصول الى حل اما الذي جرى بين جولتي المفاوضات وما بعدها فكان امر يخرج عن اعراف الدين واعراف المجتمعات العربية المسالمة التي عاشت في كنف الدولة الخليفية منذ التأسيس وحتى اللحظة قام المرتزقة اولا بمهاجمة اهالي الزبارة والقرى الاخرى ونهب المواشي والاغنام والجمال وفي السابع والعشرين من يونيو 1937 تطورت الاحداث فقاموا بمهاجمة قلعة الثقب وقاموا برمي سكانها ببناتقهم وقاموا قبلها بالهجوم على الاهالي وتم رميهم بالرصاص اسفر هذا الاعتداء عن تعرض عدد من ابناء القبائل لاصابات وبعضهم كانت اصابته بليغة وتم نقلهم للعلاج في المستشفى الامريكي في البحرين وحالص الحاكم على زيارتهم وصف مستشار حكومة البحرين وعضو وفد المفاوضات تشارس بلغريف هذا المشهد حيث شاهد نشاطات غير عادية على الساحل وكانت هناك شاحنات محملة بالرجال تتحرك نحو الزبارة وتم انزال اعداد منهم اندلع القتال بعد ذلك وتبين ان رجال قبيلة النعم من اهالي الزبارة قد تعرضوا للهجوم وقد افاد عدد من كبار السن واسرهم من رعاية دولة الخليفية في الزبارة بان المعتدين من المرتزقة كانوا قد احطروا بشاحنات تتبع شركات النفط من مواتر لونهم اخضر لارية لارية كبار هذه معطينهم الانجليز اللي هما يبونين يقبون النفط زحفوا عليهم زحف بالسيارات وبالرشاب راحوا حق الديار الساحلية وانهبوها انهبوها نهب كل شيء وخذوا الدبش القنم وخذوا الرشاب البوجود كل شيء اللي قلنا جدام ياخذونا انهبوا الدير نهب وهذا الامر ليس بمستبعد حيث ان المفاوضين من الجانب الاخر كانوا طوال المفاوضات يتلقون تعليمات من مسؤول شركة النفط وهو ما تم توثيقه في الوثائق البريطانية لم يستهدف المهاجمون والمرتزقة قرية معينة بل استهدفوا جميع القرى الموالية للدولة الخليفية واقديم الزبارة نفسه بالتزام وفي ظهر اليوم الاول من يوليو الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين اقترب المرتزقة من قرية لشا فسارع الرجال بالاستعداد للمعركة مع ابناء قبيلة النعيم الذين احتشدوا ايضا للدفاع عن ارضهم وبدأت المعركة باطلاق نار كثيف ومواجهة حامية بين الطرفين ليتراجع المرتزقة الى الشرق رغم قوة تسليحهم ووجد رجال النعيم عددا من الجرحى تم نقلهم الى لشا للعلاج واستشهد بعضهم في المعركة كتب شيخ النعيم الشيخ راشد بن محمد آل جبر بيانا مهما للتاريخ فصل فيه الاحداث وذكر فيه ان المرتزقة انتقلوا بعدها ولاحقوا القبائل بلدة تلو اخرى من بلدان الزبارة وشملت الفريحة والعريش واخداي وقصر الثقب والخوير وقاموا بنهب الاهالي وشمل النهب جميع الملابس والفرش واوانيهم وبيوت الشعر والحمير واشرعة السفن بعد ذلك توجهوا الى قلعة مرير في الزبارة وحاصروها حصارا شديدا وهنا اضطر الاهالي الى تسليم اسلحتهم بسبب الجوع والحصار والظروف الصعبة التي مروا بها فسلبوهم سلاحهم واموالهم ومواشيهم وفي الثاني من يوليو عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين اخطر المستشار بيليغريف المعتمد السياسي ان قرية فريحة تم الاستيلاء عليها بعد قتال شديد وقام المرتزقة باطلاق الاعيرة النارية من رشاشات محمولة على شاحنة وترمي النار بشكل جماعي على القرية وهكذا استمر الهجوم على مختلف المناطق التابعة للحكم الخليفي في شبه جزيرة قطر وهدمت بيوتهم ومساجدهم وقلاعهم واستشهد وشرد المئات من اهلها وهجر الاخرون قسرا وتلك قصص اخرى قد يرويها شهود العيان في حلقات اخرى ترجمة نانسي قنقر